بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مع الختمة الرمضانية جزء في يوم وصلنا فيها للجزء الخامس عشر وهو من أول سورة الإسراء أبرز الكلمات القرآنية في هذا الجزء في الآية رقم خمسة كلمة أولاهما الواو والألف والألف الأخيرة تمد حركتين ما الطبيعي أولاهما إذن هذه الواو تقرأ بينما الواو في كلمة ألي لن تقرأ وعليها رمز الدائرة المستديرة التي تعني في المصحف أن الحرف لا يقرأ أبدا عبادا لنا أولي بأس شديد والآية رقم ستة كلمة الكرة الكاف مفتوحة والراء مشددة ثم رددنا لكم الكرة عليهم والآية رقم سبعة كلمة ليسوء السين مضمومة بعدها واو صغيرة مرسومة فهي واو مدية وعلى هذه الواو الصغيرة رمز المد الطويل لأن بعدها همزة إذن هذا مد متصل تمد الواو مد طويل مد متصل بمقدار أربع أو خمس حركات وهذه الهمزة الأخيرة بعدها واو إذن هذا مد بدل تمد الواو الأخيرة بمقدار حركتين والألف الفارقة التي في نهاية الكلمة لن تقرأ في جميع الأحوال كما نعلم إذن تقرأ هذه الكلمة الواو الأولى مد متصل طويل أربع أو خمس حركات والواو الأخيرة حركتين ليسوءوا ليسوءوا وجوهكم الآية رقم 8 كلمة عدتم الدال مدغمة في التاء وإن عدتم عدنا الآية 20 كلمة محظورا ننتبه لبيان تفخيم الضاء لأن بعد قليل سيأتي معنا كلمة محذورا فمحظورا بالضاء يعني ممنوعا وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا بينما كلمة محذورا فهي من الحذر كما سيأتي معنا بعد قليل في الآية 33 فلا يسرف في القتل تقرأ فاء واحدة مشددة عند الوصل فلا يسرف في القتل والآية 51 كلمة فسينغضون هذه الكلمة الوحيدة التي أتت فيها النون وبعدها الغين في حالة إظهار حلقي في كلمة واحدة لا ثانية لها فسينغضون وهنا في الآية 57 كلمة محذورا من الحذر نراعي ترقيق الذال ولا تفخم كي لا تكون محذورا إن عذاب ربك كان محذورا أي يجب الحذر منه ولكن عند تفخيم الذال تكون محذورا أي ممنوعة في الآية 62 كلمة أخرتني نون مكسورة وليس بعدها ياء لئن أخرتني إلى يوم القيامة فعند الوقف تكون نون ساكنة لئن أخرتن والآية 64 كلمة واستفزز ننتبه للفاء ألا تخرج كالفي الإنجليزية لا نقول واستفزز ولكن واستفزز واستفزز وأجلب الجيم والباء حروف ساكنة مقلقلة في الوصل والوقف وأجلب عليهم بخيلك ورجلك رجلك الجيم مكسورة وليست ساكنة ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم والآية 74 كلمة كتة الدال أصلا ساكنة ولكنها لن تقلقل بل ستضغم في التاء فلا تقرأ أبدا فنقرأ كاف مكسورة ثم تاء مشددة لقد كتة تركان كتة والآية 83 كلمة ونأى نون ثم مد بدل ونأى بجانبه وهنا أيضا كلمة ياؤس كذلك مد بدل في وسط الكلمة ياؤس والآية 84 ننتبه للفرق بين القاف والكاف قل كل يعمل على شاكلته والآية 92 كلمة كسفا السين مفتوحة وليست ساكنة كسفا والآية 106 كلمة فرقناه الرأى مفتوحة وليست مشددة فرقناه والآية 110 كلمة أين أتى بعدها كلمة ما فيضغم التنوين في الميم إضغام بغنة فعند الوقف على كلمة أين نقف بمد عوض بمقدار حرقتين وفي ختام الصورة وكبره تكبيرا يفضل قول الله أكبر صورة الكهف أول آية تنتهي بكلمة عوجا يعني عوجا تنوين بالنصب والآية الثانية تبدأ بكلمة قيما عند الوصل بين الآية الأولى والثانية يكون تنوين بعد حرف القاف إذن الحكم بينهم إخفاء ولكن نسمى فوق كلمة عوجا رمز السين الصغيرة وهي تعني السكت بدون تنفس عند وصل كلمة عوجا بكلمة قيما فلا يطبق في هذه الحالة حكم الإخفاء الحقيقي لأن السكت منع تنفيذ الحكم فتقرأ عند الوصل هكذا أما إن أردنا عدم الوصل بين الآيتين فنقف على كلمة عوجا بمد عوض بمقدار حرقتين ولم يجعل له عوجا ثم تنفس ونبدأ الآية الثانية الآية 16 كلمة فأوو همزة قطع ساكنة أتى بعدها واو مضمومة وبعدها واو مدية عليها رمز المد الطويل لأن بعدها همزة في أول الكلمة الثانية والألف الفارقة تسقط ولا تقرأ إذن نقول فأوو إلى الكهف وإن وقفت عليها فأوو الآية 17 فيها إضغام متماثلين التاء في التاء كلمة طلعت تزاوروا وكذلك كلمة غربت تقرضهم تقرأ تاء واحدة مشددة إذا طلعت تزاوروا وهنا وإذا غربت تقرضهم والآية 19 كلمة بوريقكم الرأم كسورة ولاست مفتوحة بوري بوريقيكم والآية 23 كلمة لشيء هنا رسمت هذه الكلمة في وسطها ألف ووضع عليها رمز الدائرة المستديرة التي تعني عدم قراءة الحرف فلا يقرأ هذا الألف لا نقول لشيء ولكن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا والآية 24 كذلك فيها إضغام متماثلين الرأ في الرأ واذكر ربك الآية 25 ننتبه كلمة مئة الألف لن تقرأ لا نقول ماء ولكن مئة والآية 28 كلمة بالغدات الواو لن تقرأ ولكن تقرأ الألف المرسوم عليها بالغدات والعشي والآية 38 كلمة لكن عند الوقف فقط يقرأ هذا الألف أما عند الوصل يسقط ورسم عليه رمز الدائرة البيضاوية التي تعني ذلك إذن وصلا نون مشددة فيها غنة حركتين وبعدها حرف الهاء لكن هو أما وقفا يثبت هذا الألف كمد طبيعي يمد حركتين لكن ونفس التطبيق على كلمة أنا وذكرنا ذلك سابقا والآية 44 كلمة الولاية الو مفتوحة وليست مكسورة هناك الولاية لله الحق الآية 51 كلمة أشهدتهم الدال مضغمة في التاء يعني لن نقرأ الدال ما أشهدتهم والآية 63 كلمة أنسانيه الهاء مضمومة وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره هذه كانت أبرز الكلمات في الجزء الخامس عشر نتقي غدا إن شاء الله مع السادس عشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر